كلنا عندنا صحاب لكن عارف صاحبك اللي دايما بيبالغ في وصفه او بيبالغ في حكاياته لما يحب يقنعكوا بمكان تاكلوا فيه يفضل يقولكوا المكان ده رخيص جدا وجميل جدا جدا ده انا قبل كده طلبت بيتزا من عنده كانت اصغر حجم ما قدرتش اكملها من كبرها سؤال صغير طب معلش ازاي اصغر حجم وما قدرتش تكملها من كبرها ولما تروحوا تاكلوا في المطعم ده تلاقوا البيتزا اللي كان بيتكلم عليها دي قد البيتزا اللي الراجل بيبيعها في الفرن بالضبط ونفس الطعم تقريبا وهو هو نفس ذات الشخص لما يكون لسه اكل في البيت ويقولكوا يلا يا جماعة مش هنأكل مع بعض ولا ايه تقوله يا ابني انت مش لسه اكل في البيت يقولك يا عم ده هم معلقتين بس لأكلتهم وتكتشف بعد كده من اخواته انه هو اكل فعلا معلقتين بس بس معلقتين من اللي بيغرفوا بهم الرز الكبار المتوحشين دول اهو صاحبك اللي دايما بيبالغ ده من كتر حب علماء النحو فيه عملوله درس باسمه اسمه صيغة المبالغة بصت طهانك طيب يعني صيغة مبالغة اصلا صيغة المبالغة هو اسمه المشتق للدلالة على كسرة القيام بالفعل قلنا مشتقي يعني مأخوذ من الفعل هتقولي طيب يعني ايه بيدل على كسرة القيام بالفعل هقولك يعني انا لو قلتلك مثلا دلوقتي المؤمن يشكر كثيرا ربه انت فهمت ايه هتقولي انا فهمت ان المؤمن بيشكر ربنا كتير مش بيشكره مرة ولا اتنين هقولك طيب ما انا ممكن اقول المؤمن شكور ربه كلمة شكور هنا صيغة مبالغة دلت على ان المؤمن ده بيشكر ربنا كتير فصيغة المبالغة بتدل على كسرة القيام بالفعل بدل ما انا اقول الفعل وبعدها اقول كلمة كثيرا لا انا اقول كلمة واحدة اللي هي صيغة المبالغة وهي بتدل على إن الفعل ده بيحصل كتير أو بيتقرر كتير أو بدل ما أقول العاقل ويحذر كثيرا من الآخرين أشيل كلمة يحذر كثيرا دي وأقول العاقل حذر من الآخرين فكلمة حذر هنا دي صيغة مبالغة بتدل على كسرة القيام بالفعل يحذر بدل ما أقول يحذره كثيرا قلت حذر واللي اتنين بيدلوا على نفس المعنى هتقول لي جميل أنا كده فهمت يعني إيه صيغة مبالغة انا عايز افهم بقى اعرف صيغة المبالغة ازاي هقولك صيغة المبالغة لها خمسة اوزان مشهورة اي كلمة تيجي بالوزن اللي انا هقوله لك من الخمس كلمات دي يبقى دي صيغة مبالغة فعول فعيل مفعال فعال فعيل هتقولي بس انا حاسس اللي انا هتلغبط فيهم ومش هقدر احفظهم بسرعة هقولك ما تخافش من النقطة دي هقوله لك دلوقتي على رتم معين كأنشودة وانت تحفظها ورايا فعول اللي اتبو ده السود ده السود وبما اني صوتي معجبكوش وهو اصلا مايتسمعش ففي الحالة دي انا هتطر الجأ لمحمد زيتون عشان هو اللي يقولها لكم بصوته فعول فعيل مفعال فعال فعال 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 والكلمات اللي بتبقى على نفس الصغة دي بتبقى زي لما نقول غافور رحيم مقدام جواد فطن غافور رحيم مقدام جواد فطن فعيل نيجي على وزن فعول اي اسم هيجيلك على وزن فعول على طول يبقى ديه صيغة مبالغة وفي نقطة عايزة خليك تاخد بالك منها كواس جدا كل المشتقات لازم تبقى اسماء ما ينفعش لمشتقات طبقى افعال يعني ما ينفعش تطلع الله فعل وتقولي دي صيغة مبالغة او اسم فاعل او اسم مفعول ما ينفعش زي قوله تعالى إنه كان عبيداً شاكوراً شاكوراً هنا على وزن فعول هتقولي طب وأنا عرفت أن هي على وزن فعول إزاي هقولك بنطلع الحروف الأصلية التلات حروف ونقول هي على وزن فعلة الشين والكاف والراء على وزن فا عا لا والواء وهتنزل زي ما هي علشان زيادة هتبقى على وزن فعول يبقى دي صيغة مبلغة فعلها شكرا عشان أحيانا بيقولي استخرج صيغة مبلغة واذكر فعلها أحيانا أو زي قول النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورة كلمة طهورة هنا على وزن فعول طهارة على وزن فعالة والواء وهتنزل زي ما هي يبقى على وزن فعول والتنوين ما ليش دعوا بيه عادي جدا أو زي قولنا هذا عدو اللدود كلمة لدود الفعل بتاعها لد أصلها فعالة اللي هي اللام والدال والدال والواء وهتنزل زي ما هي هتبقى فعول وبعد كده صيغة فعيل وعلى فكرة التشكيل مهم جدا لازم تبقى بنفس التشكيل ده الفاء مفتوحة والعين مكسورة زي قوله تعالى إنه عزيز حكيم كلمة عزيز هنا على وزن فعيل لأن فعلها عزة اللي هي العين والزاي والزاي على وزن فعالة واليها هتنزل زي ما هي هتبقى عزيز على وزن فعيل وحكيم أصلها حكمة حكمة على وزن فعلا ولايها هتنزل زي ما هي هتبقى حكيم على وزن فعيل أو زي لما نقول أبو عبيدة ابن الجراح أمين هذه الأمة فلما نيجي نبص هنا على صيغة مبلغة هنلاقي كلمة أمين تبقى أمين دي على وزن إيه أصلها أمينة على وزن فاعلا وله يتنزل زي ما هي يبقى أمين على وزن فعيل أو زي لما نقول كلمة رحيم أصلها رحمة تعال نوزنها علي وزن فاعلا وله 이�تنزل زي ما هي يبقى رحم على وزن فعيل وعليم نفس الكلام هتبقى على وزن فعيل والصيغة اللي بعد كده على وزن مفعال زي قوله تعالى كل ما دخل عليها زكريا المحراب إلى آخر الآية فلما نيجي نبص في الآية دي فين الكلمة اللي على صيغة مبلغة؟ مش هلاقي غير كلمة محراب على وزن مفعال لأن أصل كلمة محراب حربة لأن العابد بيحارب الشيطان في المكان ده فمن كثرة محربته لي سمي هذا المكان بالمحراب المهم أصل الكلمة حربة على وزن فاعلة والزيادة هتنزل زي ما هي هتبقى محراب على وزن مفعال أو زي قول الشاعر وعاجز الرأي مضياع لفرسته فلما نيجي نبص في الشطر ده فين الكلمة اللي هي صيغة مبلغة؟ هللاقي كلمة مضياع على وزن مفعال هتقولي طب مش كلمة عاجز دي اسم فاعل اللي احنا أخدناها قبل كده على وزن فاعل هقولك الله ينور عليك كويس اللي انت فاكر عاجز على وزن فاعل يبقى دي اسم فاعل هتقولي طب سؤال صغير كمان مش كلمة رأي دي على وزن فاعل اللي انت قلتن عليها صيغة مبلغة؟ هقولك لا انا قلتلك فاعل وقلتلك لازم تبقى بنفس التشكيل الفاة مفتوحة والعين مكسورة هل كلمة رأي اول حرف مفتوح وتاني حرف مكسور؟ هتقولي لا ده اول حرف مفتوح وتاني حرف ساكن هقولك لا يبقى ما ينفعش والصيغة اللي بعد كده على وزن فاعل بتضعيف العين زي قوله تعالى وان الله ليس بظلام للعبيد فلما نيجي نبص لصيغة المبلغة اللي موجودة هنا هللاقي كلمة ظلام لما نيجي نوزنها هللاقيها على وزن ايه؟ فعال لان اصلها ظلمة او زي قوله تعالى ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين فين صيغة المبلغة هنا اللي على وزن فعال هتقولي كلمة رزاق على وزن فعال لان اصلها رزاق على وزن فعال وبعد كده هننزل الحروف الزيادة اللي هي ايه؟ اللي هي الالف والتضعيف هتبقى رزاق على وزن فعال اخر صيغة عندي اللي هي الصيغة اللي على وزن فعال وخلي بالك من الصيغة دي علشان ما بتبنش لما تيجي في الامتحان لكن انا هقولك الكلمات المشهورة اللي تيجي في الامتحان على الصيغة دي غالبا بيجيب لك كلمة يقز او حذر او لبق او ثمل او فطن او عفن او قلق دي الكلمات المشهورة اللي على الصيغة دي زي لما قولك الجندي يقز اوعى تفتكر ان كلمة يقز دي فعل لا يقز دي اسم فيقز هنا على وزن فعل او لما نقول العاقل دائما حذر فكلمة حذر هنا على وزن فعل هي دي يا سيدي صيغة المبالغة بمنتهى البساطة لكن في عندنا كم ملحوظة كده عايز اقولك عليها ان صيغة المبالغة بتسنى وتجمع وتؤنس عادي جدا مفياش اي مشكلة زي قوله تعالى ان الله لا يحب الفريحين لو انا قلتلك طلعلي صيغة مبالغة من الاية دي ممكن تقولي للوهلة الاولى مفيش صيغة مبالغة فاحنا اتفانى في درس اسم الفاعل عشان تقدر تطلع المشتقات صح الغي علامة الجمع والغي علامة التقنيف علشان ما اتلغبطكش فهنا فين علامة الجمع الي اقوي النون احذفها فارح على وزن ايه على وزن فاعل او زي قوله تعالى بل هم قوم خصيمون كلمة خصيمون جمع هتلغبطك شيل الوهو النون الي هي علامة الجمع هيبقى خاصم خاصم دي على وزن ايه فاعل يبقى دي صيغة مبالغة هتقولي تب سؤال صغير قد كده صيغة المبالغة دي بتعرب ايه؟ هقولك صيغة المبالغة والمشتقات كلها بيعربوا حسب موقعهم بالجملة يعني ممكن تيجي فاعل مبتدأ مضاف اليه اي اعراب على حسب مكانها في الجملة الملحوظة الاخيرة اللي انا عايزك تاخد بالك منها ان صيغة المبالغة غالبا بتصاغ او بتأتي من الفعل السلاتي ونادرا لما بتيجي من الفعل الرباعي زي كلمة نزير صيغة مبالغة الفعل بتاعها انظر ده فعل رباعي لانه اربع حروف في الماضي وكلمة مقدام الفعل بتاعها اقدم ده فعل رباعي وكلمة معطاء الفعل بتاعها اعطى برضو رباعي وكلمة بشير الفعل بتاعها بشر برضو ده فعل رباعي احنا كده خلصنا الدرس بتاعنا ودلوقتي هسيب لك قطعة تستخرج منها كل صيغة المبالغة اللي موجودة وهتلاقي حلها تحت في التعليق الثابت في التعليقات انا كده خلص الدرس بتاعي واتمنى ان الدرس يكون عجبكو لو الفيديو عجبك ما تنساش تعمله شير وتشترك في القناة وتفعل الجرس عشان تجيلك كل فيديوهاتنا الجديدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشترك في القناة